طيب إحنا كنا حابين إن إحنا نجيب حضراتكو هنا النهاردة علشان نفرقكو على حجم الأوبريشن اللي بيتم ورا البراند بتاع نينت ميت بدأنا في 2010 كان عندنا محل صغير في التجمع الخامس لكن بدأ يجي لنا أوردرز خارج المنطقة قلنا لازم إن يبقى فيه استثمار في البراند نفسه فأخدنا مصنع في المنطقة الصناعية علشان نقدر نواكب اكتياجات وطلبات السوق إحنا عندنا لحمة بلدي معنى كلمة بلدي أنا بجيب عجول صغيرة عندي أبقار ما بنتكش لبن فالأبقار دي بتردع العجول لغاية ما بتوصل إن هي خلاص تتفتم يطلع العجل ما عندنا من هنا بيروح السلخانة بيتدبح في السلخانة طبعا في الحكومة بتختم إحنا بنروح لشركات متخصصة على أراضي مصرية عشان إحنا ما نروحش نجيب علف من مصر ونخلطه ويطلع في حاجة مهجنة في حاجة فيها هرمونات في حاجة بنبعد تماما عن القصة دي وبنجيب العلف اللي هو الجاهز ما بيجي نقول إن التغذية عندنا أورجانيك بنقصد بيها إن ما فيهاش أي إضافات لهرمونات أو تعديل وراسي ده بيفرق في الكواليتي بتاع اللحم فعلى سبيل المثال وين يوجدت مثلا بيف كيوبز أو كباب الحلة هطلعي أسحارتك إن كباب الحلة اللدهني فيها متوزع جوة اللحمة مش متكتلة إحنا طبعا ضمن معايير الجودة إن إحنا ويوان تو ميك شور أو عايزين نتأكد إن الشباب اللي بتتعامل مع المنتج الخام اللي هو اللحم تبقى متعقامة فطبعا عندنا قوضة للتعقيم العامل بيخش يسيب فيها أو الموظف بيشيب فيها لبسه بيخش يغير وبعد كده بيخسل إيده بيعقم إيده بعد كده بيخش يعقم رجله قبل ما يخش صلة التشغيل دي مرحلة التجهيز بيجي اللحمة بتتشمع فترة في التلاجة قبل ما نشتغل فيها وبعد كده بيتم قطع أجزاء كبيرة من اللحم بعد كده بتخش على مرحلة تانية اللي هو بيبقى مرحلة النظافة أو اللي هو بيطلع بيها المنتج النهائي اللي هو بيطلع بشكل مثلا كباب الحلة والإسكلاب طبعا المرحلة المهمة أحب هايلايت عليها هي مرحلة الوزن مرحلة الوزن دي بتتم بعد مرحلتين اللي هي التجهيز والنظافة بعد كده بيحصل عملية الفاكيوم باكينج وبعد كده الرجل بتاع ديليبري جات أساين نوع يوصل للكلينت أو الزبون إنه هو لما يجي يستلم المنتج النهائي يستلمه صافي لها إحنا الحقيقة هنا الستركتشر بتاع المكاتب أو الأوفيس هنا عاملينه كله كده إزاز عشان إحنا يبقى فيه فيو كده نقدر إحنا على طول يبقى فيه كواليتي كنترول على صالة التشغيل في التجهيز وفي النظافة طبعا إحنا دايما في تطوير مستمر المنظومة اللي أنا كنت تكلمت عنها كلها شغالة لتحقيق الكلام ده لعملاءنا إحنا على طول عندنا متابعة عن طريق التليفون عن طريق الويب سايت عن طريق الفيسبوك بيج علشان نسمع الفيدباك من الكاستومرز ونقدر نشتغل عليها ونطور من نفسنا